المطلوب بهذه الجلسة نأخذ قرارات صعبة رغم ظروف والتحديات الاقتصادية نعم عندنا إزمة اقتصادية كبيرة والرواتب متعطلة ولكن بكل تأكيد اليوم إن شاء الله تنحل موضوع الرواتب ولكن في نفسه بقد يجب أن نعمل أن تستثناء بوضع خاص لمدية الناسقية ريقاء تعني الكثير العراق تعني العلمات تعني المثقفين وتعني الثروة كذلك نحن عندنا مشروع نفطي سيكون أهم مشروع في العراق وقعنا مذكرة تفاهم أولية أتمنى من السادة الوزراء أن ينطون جهد كبير ومتابعة لما نأخذ من قرار فيما يخص محافظة ضيقة تستحق من عندنا الكثير قد قطتنا الكثير من طناشي حقيقة نططنا شهداء نططنا علماء نططنا مثقفين نططنا تاريخ نفتخر به غير من غير معقول مقابل هذه التضحيات وهذه العطاء من هذه المحافظة يكون شوية نبخص حقها ومن نضيح حقها حقيقة يعني مدينة تفكي يعني توجع تفكي نططنا نحن نحن نتجة ونحن نسؤولين عليها أتمنى من السادة الوزراء السيد المحافظة يقدم تقرير حول محافظة ضيقار ومن السادة الوزراء نحط انذار حقيقي لمتابعة كل مشاريع في هذه المحافظة ما لا تستخدم كنت منكوبة بس مدينة حقيقة متعرضة للتهميش منذ تأسيس الدول العلاقية ولحد هذه اللحظة وما بعد 2003 كل القادة السياسية أغلبهم من هذه المحافظة ما قدمنا هذا الشيء نحاول بهذا الوضع اقتصادي بهذا الظروف نحتاج نطي اهتمام